نتكلم بقى عن فضل الأواخر العشر الأواخر من شهر رمضان والله يا سوزة هنا يعني يحضرني قول أحد الصالحين والقول ده يعني مقولة جميلة لنا واللي بعدنا واللي قبلنا لما كان الإمام بن الجوزي يقول إن الخيلة إذا قاربت الهدف في المضمار يعني في السباق أسرعت لو فيه مسابقة خيل والخيل خلاص بيصل للهدف بتاعه وأرى بيصل الهدف بتاعه بيشتد سباقه بيحنا بن الحص حتى في المباريات والمسابقات الخيل نفسه بيسابق وهتسارع أو شكل هدف أو رأى الهدف أمامه فكذلك يعني إذا كنا قد قصرنا في الذي فات فالحمد لله ما زالت الفرصة بين أيدينا الآن نجتهد في الذي هو آت نجتهد في الذي هو آت وإحنا الحمد لله تقريبا لسه برضو في أول عشر الأواخر ما عدنا شهر ليوم أو يومين فالحمد لله ما زالت الفرصة سانحة بين أيدينا الآن فحري بنا وجدير بكل عاقل أن يجتهد كفانا ضياع للأوقات كفانا لهوا كفانا معاصي كفانا سهوا وغفل عن الله سبحانه وتعالى الآن أنت تستطيع أن تدخل باب الرحمات ونحن الرحمات بدأت معنا من أول الشهر ثم تزداد تزداد وتكسر الرحمات في هذه العشر تكسر الرحمات في هذه العشر ولذلك صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الأمة كلها أن تجتهد في هذه العشر تجتهد فيها ما لا تجتهد في غيرها أو أكثر ترجمة نانسي قنقر